بارو، 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 بارو باروبا بارو، بارو، باروبا رانا بابا حرج صحب غرب شارف سقع برق شمال جنوب ليالي تلقى فيها برت و شمس شمس تروح من الغرو تودا 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 تدقية الحدوداء جديدة ومش متعادة مع ابن بطوطة وتوتا توتا 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 تهدأت الحدودة جديدة ومش متعادة مع ابن بطوطة هتلف العالم كله تعرف معلومة وافية معانا اكيد تتعلم يعني ايه بغرافية هتلف العالم كله تعرف معلومة وافية معانا اكيد تتعلم يعني ايه بغرافية وتوتا توتا 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 تهدأت الحدودة جديدة ومش متعادة مع ابن بطوطة توتا 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 ت غربها شرقات عرفها ومني بطوطة وقالها إلقوا غرفي كل جمالها هتعلمنا حاجته هنفها وإلي في الدنيا بخلها ومني بطوطة وقالها إلقوا غرفي كل جمالها هتعلمنا حاجته هنفها وإلي في الدنيا بخلها ايه اللي يخلي الأفيال تنام؟ أعداءنا السبب أكيد حطوا مادة للأفيال شربتها أو شمتها مفيش وقت نضيعه أنا هتحرك وعمل تحرياتي في أول منطقة لحظوا فيها الأعراض دي وأنا جاي معاك أنا وملك هنتابع كاميرات المرأبة في أماكن تواجد الأفيال يمكن نطلع منها بمعلومات مهمة ده المكان اللي نام فيه أول فيل بيتنفس وقلبه بيدق عادي عشان كده هندور على الوسيلة اللي استخدمها أعداءنا لتخدير الأفيال بص كويس في المكان لقيت قنبوبة أزاز ما تلمسهاش لحد ما نبلغ ابن بطوطة ابن بطوطة لقينا دليل مهم أنبوبة اختبار فيها بقايا مادة أكيد مخدرة إحنا كمان رجعنا كاميرات المرأبة في مناطق الإصابة ولقينا أعداءنا بيفضوا مادة مجهولة في مية الشرب بتاعت الأفيال لو قدرنا نحدد نوع المادة دي نقدر نعمل العلاج المضاد دي المعدات اللي هنحتاجها لتركيب الدواء المضاد الفيل أخد العلاج بس ليه ما بيقومش المفروض يقوم دلوقتي إيه ده بيتحرك أهو حمد الله على سلامتك يا فيل كده نقدر نوزع العلاج على باقي الأفيال ونكمل رحلتنا في طريقنا لتاج محل عدنا على تدريس كتير قوي لو حنتكلم عن طبيعة الهند ناخد بالنا إن الهند فيها ثلاث أنواع مهمة من التدريس أول نوع هو جبال الهمالاية في الشمال وبتمتد مسافة ألفين كيلو متر في مدن شملة ومانالي وبيخرج منها نهر الجنج المشهور بمنظره الخلاب ما ننساش ولاية ميجالاية وفيها قرية مولن نونج وهي تعتبر أجمل قرى الهند المناطق دي بتظهر فيها الأرود والغزلان وحيوانات تانية كتير أما تاني نوع فهو السهول الشمالية وبتظهر بين جبال الهمالاية من ناحية وشبه الجزيرة الجنوبية من ناحية تانية وبيظهر فيها نهر السند والمنطقة بتتميز بخصوبة أراضيها وإيه بقى هو تالت نوع من التضاريص؟ الهضبة الجنوبية وبتتميز بمساحتها الكبيرة وبتظهر فيها المراعي الخضرة محتاجين نشحن البطاريات قبل ما نروح مدينة أجرة وننزل تاج محال إحنا قريبين من مدينة مومبي إيه رأيكم ننزل ونقعد على الشط شوية لحد ما البطاريات تشحن؟ إيه المبنى داكم من ضر؟ دا تاج محلي يا نبيك المحطة الأخيرة لأعداءنا يبقى لازم نجهز لهم الكمين المدين دا اللي بفكر فيه وعشان كده جهزت لهم لغم أرضي أول ما يدوسوا عليه هيمفجر ويحول أعداءنا لفراخ تندوري كانت فسحة حلوة قوي في مومبي ما كنتش أعرف إن الشواطق في الهند حلوة كده شواطق الهند طلها 7517 كم وبتتميز بالمناظر الجميلة الخلابة كل حاجة في الهند حلوة الناس والمباني والأماكن التاريخية الهند تعتبر موطن حضارة وادي السند وفيها معالم مشهورة زي مسجد فتحبور سكري اللي تبنى في القرن الستاشر ومعبد الشمس اللي تبنى في القرن الستاشر والمعابد البوزية في ولاية ماديا برديش اللي تبنت في القرن الخامس الناس هنا محظوظين بالفصح دي كلها وصلنا تيج محلي يا جماعة استعدوا عشان هننزل وعرفت إزاي يا كومندان إن أعداءنا جايين من هنا ده المكان الوحيد اللي سفنتهم تقدر تركم فيه ش ش ش بس متعملش صوت وصلوا هم على فكرة مباراة الكريكت هتبدأ بعد نص ساعة وأنا معاي أربع تذاكر معرفاش اللعبة دي دي لعبة مشهورة في الهند هيا والهوكي إيه رأيكم نشوف الموتش الأول بعد أن يجي تاج محل فكرة هيلة يلا بينا ايه ده مرحبين أعداءنا ماشيين غلط تعالوا من هنا تعالوا من أسمعك الأم أنا اقف عندك يا شاكو حلو اللغم ده قوي قويته جديدة جدا وكل يوم هتلاقيك دي هتشوف أراضي وعنا بعيد وجو حر وجو جالي وهنا جو استوائي وليل شمتنا عمار وهنا كفل الأمر مدوّر بنسافر احنا وبندوّر ولي بيتعب بيلاقي وطوطة وطوطة بدأت الحدوطة جديدة ومش متعادة مع ابني بطوطة وطوطة بدأت الحدوطة جديدة ومش متعادة مع ابني بطوطة ترجمة نانسي قنقر